في تقرير لمركز صنعاء للدراسات، أوضح فيه فشل الاستجابة الإنسانية الأممية الدولية في اليمن، وقالت الدراسة إن اليمن يمتلك أكبر استجابة إنسانية في العالم، حيث جمعت الأمم المتحدة أكثر من 17 مليار دولار أمريكي منذ العام 2015، غير أنها فشلت باستمرار في تقديم ما يجب أن تقدمه. وأوضحت الدراسة أن خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن لم تستند إلى تقييم للاحتياجات لتقديم المساعدات اللازمة وتنفيذ تدخلات مناسبة، حيث لم تنفذ أي تقييمات للاحتياجات بداية الاستجابة عام 2015، وبعد خمس سنوات منذ بدء الاستجابة لم يكن ممكن استكمال 60% من جمع البيانات حتى خطط الاستجابة الإنسانية لعام 2021، أقرت بعدم وجود بيانات شاملة على مستوى البلاد في اليمن. كما أكدت الدراسة أن اليمن تلقى حوالي 14% من الميزانية العالمية للمساعدات الإنسانية في السنوات الأخيرة، إلا أن عدم الرغبة المؤسسية في التغيير من موظفي العمليات والقيادة داخل الدولة والقادة على مستوى المقرات الرئيسية لوكالات الإغاثة أدى إلى عدم الكفاءة وعدم المرونة في نظام يقاوم أي جهد للدفع نحو استجابة أكثر سيابية وفعالية. وأوصت الدراسة بإجراء تقييم تمثلي على مستوى الدولة بأسرع ما يمكن لتكوين صورة دقيقة لاحتياجات الشعب اليمني وإشراك المجتمعات المحلية في تقييم الاحتياجات وتصميم البرامج، مع وقف التمويل وتقديم الدعم المادي سواء بشكل مباشر أو من خلال المساعدة الإنسانية لأطراف النزاع.